السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامدتي الأعزاء الفئة المستادفة تلتة إعدادي مرحبا بكم في درس جديد أسلوب المدح والدم ما هو المدح أسلوب المدح وما هو أسلوب الدم ومتى يستعمل أسلوب المدح أو أسلوب الذم أولا يستعمل أسلوب المدح لاستحسان أمر ما قصد التنائع علي صفة، سلوك، عمل حسن، موقف حسن ومتى يستخدم أسلوب الذم يستخدم أسلوب الدم لاستقباح أمر ما عادة يكون سيئا لا يرقو لك فتستقبح مثل الخيانة، الكذب، الصريقة، النفاق، التبدير، احتيال وكتعبر على عدم استحسانك لهذا العمل السيء بلفظي أو أسلوب الذم بلفظي بئسة أو لا حبدا أمسنا، نعمة الخلق الصدق هذا ألفاظ جملي المدح، أسلوب المدح نعمة الخلق الصدق نعمة قائد الفتح طارق نعمة صفة التسامح نعمة من تعاشره الوفي حبدا الكرم نعمة ما تقول الحق الفضة التي تفيد أسلوب الذم بئسة الخلق الكذب بئسة جندي الحربي الجبان بئسة صفة الحقد بئسة من تصاحبه الشرير لا حبدا البخل بئسة ما تدعي الباطل لاحظوا معي الجمل نبدأ بأسلوب المدح أسلوب المدح عنده ثلاثة مكونات عدنا الفعل فعل ماض وعدنا الفاعل وعدنا المخصوص بالمدح الصدق لجهناء مبتدأ مؤخر نعمة فعل فاعل مخصوص بالمدح فعل والفاعل جاء ضامير مستطير وجوبا بمميز لينكيران والتسامح والمقصوص بالمدح نعمة فعل من الفاعل الوثي المخصوص بالمدح حب فعل فعل الكرم المخصوص أو المقصوص بالمدح نعمة فعل ما الفاعل الحق المخصوص بالمدح أي ما قصد المدح بالنسبة للدم الفعل الفاعل المخصوص بالذم الفعل الفاعل المخصوص بالذم الفعل الفاعل جاء ضامير مستطير وجوبا مميز لينكيران المخصوص هو الحقد بئس فعل فاعل المخصوص بالذم حبة فعل فاعل المخصوص بالذم وهكذا شوفوا معي صور الفاعل مدح مقترن بأل مضاف إلى اسم معرف بأل ضمير مستتير وجوبا مميز لنكرة ضمير مستتير وجوبا مميز مميز بما التي هي نكرة بمعنى الشيء إعراب أسلوب المدح والذم نعمة فعل ماض جامد مبني على الفتح الرجل فاعل مرفوع بالذم الضاهرة على آخره الصالح مبتدأ مؤخر لخبر المقدم لأن الخبر هنا جاء جملة فعلية نعمة فعل ماض جامد مبني على الفتح قائد فاعل مرفوع بالذم الضاهرة على آخره وهو مضاف الجيشي مضاف إلى مجروب الكثرة طارق مبتدأ مؤخر مرفوع بالذم والجملة الفعلية نعمة قائد الجيشي جاءت في محل خبرنا مقدم نشو إعراب حبدا الكرامو حبق فعل ماض جامد مبني على الفتح داء إشارة مبني على السكو في محل رفع الفاعل الكرامو مبتدأ مؤخر وخبر الجملة جاء خبر كرام جاء جملة فعلية ليا حبدا أيضا نعمة فعل ماض مبني على الفتح ما فاعل تقول فعل مدارع مرفوع بالذم مدارع على الأفضل فعلا مستقل أنت الحق مبتدأ مؤخر والجملة الفعلية جاءت خبران لاحظوا معي أولدتي بأن الفاعل هنا قد يأتي مقترن بأل بحل الخلق قد يأتي مضاف إلى اسم معرف بأل مثل قائد الفتحي قد يأتي ضميرا مستترا وجوبا لمميز لنكرة بحل نعمة صفة رهنا الفاعل ضمير مستتر تقدروا هي وقد يأتي الفاعل ضمير مستتر وجوبا مميز إما بما أو من يعني اسماء الموصولة ذيك من رفاعل وما أيضا تعرب في محل الفاعل لاحظوا معي هنا حتى حبق رحبق فعل حب هذا حبق فعل ماض جامد مبنى على الفتح ذا اسم إشارة مبنى على السكون في محلي رفع الفاعل لا أدات هنا في حبق فعل ماض جامد مبنى على الفتح ذا اسم إشارة في محلي رفع الفاعل البخلق مبتدأ مؤخر مرفوع بالدمة الطاهرة على آخر والجملة الفعلية جاءت في محلي خبرين مقدم إلى هنا أودحكم على أمل اللقاء بكم في حصتين قادمة مع التطبيقات لهذا الدرس ترجمة نانسي قنقر